السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي احسن حال وحشتوني قوي قوي والله العظيم وحشتوني بجد اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي كنت عايز اقول ايه كنت عايز اقول انا بشكركم جدا على كل كلمة حلوة بتقولها لي وكل تعليقاتكم الجميلة وكل دعواتكم دايما بتدعولي ودايما بتقولولي ربنا يديك السحة واستمري مش عارفة والله اود جمالكو فين ربنا ما يحرمني منكم يا رب يحليكم لي تنوروني كده على طول ويساعدكم في الدنيا والاخرة يا رب يكفيكو شر المرض ويكفيكو شر المستخبي ويسترها معاك ويسترها معاكو يا حبايب قلبي دنيا واخرة امين يا رب العالمين ويشفي مردانا ويصلح حال المسلمين بشكر الهوانم الهوانم اللي من الوطن العربي اللي بيكلموني على الواتساب ويعني بيشكروني وبيدعولي والله يا جماعة انتو يعني فوق دماغي ربنا يستركم في الدنيا والاخرة حبايب قلبي وبشكر كمان الهوانم الهوانم ربنا يصلح حالكم ويوسع عليكم يكفيكو شر المرض ويكفيكو شر المستخبي والله ما تتخيلوا انا ببقى يعني ببقى سعيدة وفرحانة قد ايه لما بلاقي حد فيكم بيكتب لتعليق او بيكلمني مثلا على الواتساب انا عندي تلفون قديم ام ادم عمل لي عليه حطالي الرقم عليه اللي هو بتاع الواتساب ده ويخللكو ازواقكم ويخللكو يعني ربنا يساعدكم يا رب في الدنيا والاخرة الله يا رب ما تحرم منكم أبدا وكل سنة وانتو طيبين بمناسبة العادي الكبير كل سنة وانتو في أحسن حال كل سنة وانتو بخير كل سنة وانتو منوريني كل سنة وانتو في ظهري ما تتخيلوش ان انا لما بخش طبعا انتو عارفين انا بقرأ الكلام على قدي ولكن لما لاقي واحدة من الهوانم اللي بيدخلوا لدولة ويشجعوني لما تكون واحدة كتبة تعليق مش ولابد تخش ترد عليها إلهي يا رب بحق إجاه النبي في الأيام المفترجة دهية يعني يساعدكم ويكفيكم شر المرض ويكفيكم شر المستخبي ولا يحوككو الحد ولا يحوك حد يا رب يا رب يا رب يا رب ما يحوككو لأي حد ولا يحوك حد لأي حد غير لوجه ربنا الكريم يا رب اللهم أمين يا رب العالمين يا رب ترزقني حب الناس يا رب ترزقني حب الناس يا رب تصلحها للمسلمين في جميع الدنيا كلها يا رب تسترها مع المسلمين وتسترها مع أخاء مع جميع خلق ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا أولادي يا حباب قلب أنا أقول لكم يا أولادي أنا خلاص لو في عمر قدامي كم سنة أربع سنين ولا تلت سنين وبعندي ستين سنة فتسمحوا لي معلش أنا عارفة أن أنت هوانم وأولاد هوانم بس معلش يعني أنتو يعني إيه بدعلكم زي زي أمو آدم كده ما بدعلك ويش فيك يا أمو آدم ويش في كل مريض يا بنتي ويصلح حالك وأنتو الثلاثة أحلى حاجة عندي في الحياة والله يا جماعة ما بتحك عليكم أمو آدم وولاد أمو آدم وأنتو يا حباب قلبي ربنا يصلح حالكم ربنا يساعدكم زي ما بتساعدوني ربنا يا رب كل حاجة جميلة تجيلكم ويساعدكم في الدنيا والآخرة وكل كلمة تقولهالي إلهي يا رب يعني يعني مش عارفة كل كلمة تقولهالي يجعلها في مزان حسناتكم أمين يا رب العالمين ويصلح حالنا وحال المسلمين يا رب اللهم أمين يا رب العالمين حباب قلبي الفيديو بتاع مبارح بتاع صلاة الكنوة فيه ست فاضلة كتا قالتلي بديل الكنوة إيه بديل الكنوة الكوسكوسي أو مش عارفة في الوطن العربي هما بيسموه إيه الكوسكوسي أو اللهم وسلم وسلم عليك سيدنا النبي اللي التاني ده اسمه إيه اللي هو البرغل مثلا اللي هو بيعمله بالكبل الكبيبة دي يا ده يا ده بتالي ملوش بديل تالت يعني النهاردة بقى فيه ست فاضلة وعسل وشربات يعني كل شوف في التعليقات تقول لي القصة 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 معلش يا حبيبة قلب أنا تأخرت عليك في القصة حاضر من عين الاتنين هقول لحضرتك القصة هنبتديها من الأول وإن شاء الله بإذن الله الفيديو النهاردة طويلة هو مدته تلت ساعة أنا نادرة ما بعمل فيديو مدته تلت ساعة يعني فأنا النهاردة طبعا اتش علاقة فوق المطبخ كده عمالة أنضف الحوائط وأنضف معرفش على فكرة أنا ماليش علاقة بحتة أن أنا أنضف تنضيف العيد والكلام ده أنا ماليش وقت أنضف فيه بمعنى أن أنا مثلا تلاقوني في البيت في الشقة عندي تلاقوني مثلا ييجي على العيد تلاقوني بخسل تابتش بمناسبات أنا في الشغل حاجة مش نادفة بنظفها فعلى طول والله إيدي ده شغلي وأكل عيش وعلى طول إيدي في النظاف تمام حبايب قلبي وأنا كده متشعلقة كده ربنا يستر وما تقليكش يعني تمام اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي دلوقت بقى نبتدي القصة بتاعتنا ونبتديها من الأول خالص كان يا حبايب قلبي يا أحلى حاجة ويا أجمل حاجة ويعني كلكو كلكو على دماغي من فوق يساعدكم ويستركوا في الدنيا والآخرة والله يا جماعة ببقى نفسي وحيات ربنا أكلم كل حد فيكم وأشكره على كل كلمة حلوة بتقولها لي أبسط وأقل كلمة بتساعدني والله أبسط وأقل كلمة بتساعدني المهم اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي كان فيه حبايب قلبي تلت أسرة مكونة من خمس أفراد تلت بنات والأم والأخ الأب كان ميت وكان طبعا حبايب قلبي الناس دولت عندهم بيت يمتلكوا بيت بيتهم يعني قاعدين فيه المهم المهم كانت البنت الكبيرة كانت ما دخلتش مدرسة لأنها دايما كان عندها كانت دايما ما عندها ثقاف نفسها ما عندها ثقاف قدراتها إن هي متخيلة إنها هي موسوسة إنها لو دخلت مدرسة مش هتنفع وهتبقى فشلة والكلام اللي انتو عارفينه دا ففضلت وقالت لك أنا حابة شغل البيت وهقعد في البيت يعني وفعلا ما راح يتش مدرسة البيت الوسطانية دي بقى كانت شايفة نفسها شوية قوي ويعني يعني تعلمت وتهزر وعندها مثلا حد اللي في البيت ياخدوا رأيها إيه دا صح دا غلط دا معرفش إيه كلام دا يعني والبت حباب قلب الصغيرة كانت بادع النقو عندها شلل كانت عندها شلل يعني عجز كده وما كانتش طبعا إيه بتتحرك كانت دايما على كرسي متحرك المهم الأم الأم كانت ستة طيبة والابن برضو كان ابن كويس وكان بيشتغل ويصرف علاله وكانوا متأسرين إلى حد ما المم حباب قلب تروح لأيام وتجي لأيام والبنات كبروا خلاص والبت الكبيرة حبابي جالها عريس أو العوايد بتاع زمان إن الكبيرة تتجوز أو الحد المهم جالها عدالها عدالها من اللي هو العريس العريس ده حباب قلبي كان إيه كان آآ اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي موظف يعني كده على قد وكده المهم طبعا الجواز جواز مش حب ولا الكلام اللي انتو بقى لكم فيه ده جواز يعني سالونهات واحد عايز يتجوز واحد زمان وأهم حاجة أخلاقها كويسة بتعرف تدخل المطبخ بتطبخ مؤدبة بتسمع الكلام الكلام اللي انتو بقى لكم في ده المهم خطب البنت دي والبنت دي فعلا كانت طيبة جدا جدا كانت طيبة جدا فوق ما تتخيله وكانت علانياتها قوي المهم حبايب قلبي آآ كانت دايما آآ كبرت على يعني كبرت على ان هي دايما ما عندها ثقة في نفسها كانت هي المهتمية بالبيت غسل وطبخ وتنظيف بتخدم بتخدم الأربعة كله بتخدم أخواتها البنتين وبتخدم أخوها واماها المهم طبعا خلاص هم قربوا طبعا لما بيجي العريس العائلة كلها أو الأفراد الأسرة كلهم يعودوا معاهم وما كانش طبعا يعني يسيبوا عندهم عيب ان البت تقعد مع خطبها والكلام دا دا كان زمان وبرضو في ناس لغاد دلوقتي كده ودي حاجة صحة على فكرة مش حاجة وحشة بس طبعا الوحش ان صاحبتنا دي يا حبايب قلبي كان عندها عدم الثقة في نفسها المهم خلاص هم قربهم ان هم يوضبوا الشقة وبتاع هو عنده شقة قال لدهم المفتاح وقال لهم روحوا اتفرجوا على الشقة وشوفوا هتعملوا ايه وبتاع وشوفوا الشقة وعجبتهم الشقة والدنيا مشت وابتدوا ان هم يفرشوا الشقة طب يفرشوا الشقة كل ما يجيبوا يعني اختها تبقى معاها اختها تقول لها ده حلو البت بقى اللي هي متعلمة اللي عندها شخصية دي تقول لها ده حلو ده مش عارف ايه التانية تقول لها بصي اعملي اللي انت عايز تعملي انت زوقك حلو ومتعلمة انت زوقك حلو ومتعلمة طب يعني هي بس المتعلمة اللي بقى زوقها حلو هو العلام ده يعني اصح العلام بينور الدماغ انما يعني مش شرط ان المتعلمة اللي بي عندها ايه الزوق الرفيع يعني يعني برضو الواحد اكيد عينيه بتشوف الوحش والحلو ده طبيعي انما هيك دايما كده ده فين طب ايه رك قط انهم نخليها قط العيال يعني نبدل نحط دي في دي ولا دي المهم على طول البنت ده هي تكبرت يا حبايب قلبي على انها عندها عدم الثقة في نفسها المهم وضبوا البيت وخلاص وربنا سهل الحال ويبقوا يبتدوا يودوا الحاجة ويفرشوا البيت ويوضبوا الكلام العروسة وامها واختها في يوم هم رحين يوضبوا حاجات في الشق عشان قال البنت بقى قربت تدخل وكده قربت تتجوز يعني والباب حد فتح الباب بالمفتاح فقالوا ده مين ده مصطفى مصطفى اللي هو من العريس فرحت الام قالت طبعا برضو الام كانت على نياتها انا مش عارفة الاسرة كلها على نياتها ولا ايه المهم الام قالت يا دلعابة يا دلعابة خطب اختك وهيجي يشوف اختك هيجي يشوف اختك وهو لسه ما تجوزهاش يعني لسه ما دخلوش ما تجوزه يعني هيشوفها في الشقة في شقة ودعيب يعني مش قادرة تخيلها جماعة يعني ده ده ايه دي سزاجة ولا ده ايه طيابة ولا انا ولا ما عارفة ازاي يعني تقول لبنت ترد البيت التانية تقول طيب بص يقولك يا ماما خدي اخت وطلعوا من سلم المطبخ وانا ايه هقابله طب بالله عليكم يعني انتم شايفين يعني هو محرم ان هو يجي لقي خطبته ومحلل ان هو يجي لقي اخت خطبته طب ما بالعقل والمنطق يعني الاتنين يبقعدين او الثلاثة بعدين الام وبنتها الاتنين وهو خطب بنتها يجي عاد المشكلة المشكلة يعني انما عايز افهمكم ان الناس كانت زمان فيها سزاجة ما كانش بقى فيه يعني الوحدة مش وعية كده او مش عارفة يعني المهم المهم طبعا في بعض من الناس بتوع زمان قوي كانوا على نيتهم ما كانش في حطة الخباسة ما كانش في حطة اللوع يعني اكيد الخبس او الناس اللي فيها يعني اكيد كل انسان فيه ده وحش وده حلو وده بس يعني يعني بس الناس كانوا زمان فعلا في ناس كانوا طيبين جدا زمان المهم حبايب قلبي جه الواد العريز ده لقى ديت قال لها ازايك عاملة ايه ومش عارفة ايه قلت له انت ازايك عامل ايه وبتاع انت فين مامتك قلت له ولا ده كانوا هنا ولسه ماشيين وبتاع وانا كنت نزلة وراها مهمت بس مش عارفة ايه المهم اه طب خلاص ماشي انا ايه رأيك انا عملت القوضة الكذا والقوضة مش عارفة دي كذا وعم قال لها ايه تسلم ايديكي هي بتتكلم عادي يعني بص انا وضبت القوضة دي وبصوا القوضة دي وبتاع مش عارفة ايه رأيك قال لها سبت وبعد زوئك في زوء اه ان شاء الله نتعب لك ان شاء الله يوم فرحك ولا يوم مش عارفة ايه وبتاع المهم وخلص الموضوع والبت مشيت وخلاص جي يوم بقى الزفاف والحمد لله اتجوزت وخلاص ايه استقرت هي وعرسها دي البنت الكبيرة المهم حباي بقلبي يعني هو بيجي تكلم معاها هي برضو خجولة يعني مهم خلاص تجوز بس هي برضو خجولة خجولة مش عارفة تتكلم ما تتكلمش لما هو يتكلمها يعني مثلا ياخد رأيها مثلا في حاجة تقول له اه انت وانت تقول حاجة واش اه حلو ادام انت بتقوله علي حلو يبقى ده حلو ادام انت بتقوله علي ده وحش يبقى وحش على هذا الوضع طبعا ماينفعش كده يعني هو بصير في النظر عن الزوج والزوجة لا ماينفعش فيه نرازم الناس تتناقش مع بعضها وتتكلم مع بعضها وياخدوا يدوا مع بعض ده الطبيعية ده الحياة الزوجة مش هي شغلتها انها بس اكل وشرب وتوضيب بيت وتاكل وتشرب لا لا خالص الحياة ميش كده خالص الحياة لازم الناس تاخد وتد مع بعضها وتتكلم ماينفعش ان الناس تشد شوية مع بعض ماينفعش ان كل واحد يعني مثلا ده ياخد رأيه ده لكن دي على طول على هذا الوضع كده على طول فطبعا صاحبنا مش عارفة يعني اتخنق او ما بقاش يعني ايه يعني خلاص هو الاسبوع واسبوعان الجواز وحس ان هو مخنوق وبقى بقى بتعامل معها ايه يعني بطريقة مش هنقول وحشة ولكن اللي هو ايه هاتي كذا حطي كذا عملي كذا اللي هو بيتعامل معها كده زي ما تكون اي حاجة في البيت المهمة طبعا حست المهمة جات ومها تزورها لقيتها حبيب قلبي ايه زي ما هي كده لابسة جلبية البيت بشغل البيت بتاع قتلها ايه يا بنتي انت متجوزة من اسبوعين انت يا بنتي ليه عاملة في نفسك كده يا حبيبتي قتلها يا ماما ما عامل ايه يعني قتلها مالك يا بنتي في ايه هو مصطفى مزعالك قتلها لا يا بنتي في ايه مالك لا شكلك مش مزبوط شكلك متضايقة بتاع طبعا قلب الام يا حبيب قلبي بيحس قتلها قولك يا ماما هو مش عارفة يعني كده طريقته معايا مش حلوة يعني ما بيعودش بقى يتكلم معايا كلام حلو كده زي اللي لسه متجوزين ومش عارفة ايه قتلها طمنت الحق عليك ما بتتزوقيش ولا تحط شوية احمراء قتلها يا ماما ما انا بفضل كده ولما بيجي هو منبرة ونخرج وقل له خرجني ولا بتاع بحط بزوق يا ماما بحط توالت التوالت ده يا جماعة كانوا زمان بيسموا المكياج توالت التوالت ولا ما عارف يمكن تكون كلمة بالانجليز ولا بالفرنساوي طبعا انتوا عارفين انا ثقافتي محو امين كات امها تقول لها التوالت يا بيت تحط توالت عشان جوزك كده يشوفك شكلك حلو ده انت لسه عروسة المهم راحت امها طبعا لقت البت كده دبلانا دبلانا احنا نقول ايه في الفلاحين يعني الناس اللي بوسط تقول لك دبلانا يعني كده مش مزهزهة كده ومش مبسوطة ومش مارحة كده دبلانا يعني زعلانا المهم راحت امها قلت لها اقول لك قلت لها ايه قلت لها ابوكي كان موسوسية قالت لها ايه يا ماما الوسية قلت لها موسي ان انتوا اي بيت تتجاوز تقعد في البيت يعني كلنا كده نبقى ايه احنا اسرة كده متماسكة كل واحدة اي واحدة من خواتك البنات تتجاوز تقعد معانا ايه في البيت ابوك باني لكل واحدة ابوك الله يرحمه باني لكل واحدة ايه حبيبة قلبي شقة فانتو ايه يا بناتي وانت كمال لك شقة فانت ايه تجيبي عريسك و ايه وتتجاوزي وتعودي معانا فين في البيت قالت لها والله يا ماما يا ريت ربنا يخليك يا ماما قالت لها اه وانا اكون جنبك اوعيكي تلبس ايه تزواء ازاي امتى تحط التوالت التوالت تحطت ازاي الله يخرب بيت التوالت والتوالت ده اللي بنخش في دورة المياه يا جماعة الحمام يعني ولا التوالت ده ايه ما هو يمكن نكون انا مش بعرف انطقها حلو ساعات بكتب الكلام غلط ما اعمل ايه غصب عني المهم رحت امها قالت لها كده قلت لها يا بنت ايه لما تيجي نبقى برضو ايه سندينك كده ونبقى جنبي منك وايه نوعيك يعني وايه وتبقى الحياة حلوة نبقى وانس كده مع بعض ونبقى ايه اصرا واحدة وصعدة كده البيت قالت لها ويا ريت يا ماما والنبي يا ماما ربنا يخليك يا ماما الماما حبايب قلبي فعلا زبطوا الدنيا وجابوا عربية ولموا العفش بتاع البيت اه نسيت اقول لكم لما جي مصطفى الاستاذ مصطفى بقى من وظيفته قالت له اسكت يا مصطفى مش ماما قالت ان احنا نروح نقعد معاهم في الشقة قال لها والله يا ريت ده انا فرحان قوي طبعا عاما مصطفى مسدق وفرح جدا